الأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبدالوهاب حسين لديهما تاريخ طويل من النضال ضد الدكتاتورية في البحر وفي هذا السياق سعى النظام إلى تصفية وجودهما معنويا وجسديا من خلال الاعتقال ومن خلال منعهما من حقهما الطبيعي والإنساني في العلاج مما يؤدي إلى قتلهما عن طريق الإعدام البطيء في داخل السجن لذا ندعو الجميع إلى التضامن معهما بشتى الوسائل البشروعة من أجل نيلهما إلى الحرية أولا وإلى توفر العلاج الإنساني والطبيعي لهما إن شاء الله